ده جيته البطل بتاع فيلمنا اما دي فبتكون شروتي وفيلمنا بيبدأ وبيكون شاب فاشل واقترد فلوس كتيرة من الناس وما بيكونش عارف يرجعها وبيفضل يترجى الديانة يدولوا فرصة لكن للأسف بيرفضوا فبيقول لهم الحال الوحيد ان يموت علشان ابويا ياخد مبلغ التأمين ويسدد فلوسكم وفعلا بينط في البحر وبيكرر الانتحار وكل اهله بيتفاجئوا اول ما بيسمعوا الخبر وابوه بيفتكر لما كان بيطلب بيساعدوا فسادات ديونه علشان ما يتحبسش لكن بيرفضوا بيقولوا اختك على وش جواز وما عنديش غير البيت ده ومستحيلة بيعوا علشانك وبيديله حبل وبيقولوا ايش نق نفسك علشان استريح من كل مشاكلك اما ديفة بتكون بوجه حبيبته وبيقول لها لازم نتفصل عن بعض وربنا يكرامك بواحد احسن مني وهي بتحاول تغير رأيه لكن بيكون مصمم على قراره اما ديفة بتكون امه وبيبان عليه انه بيحبها جدا وبنلاقيها بتتمنى ان جيتو سادت ديونه ويرجع زي زمان فبيقول لها انه لقى حل لكل المشاكل ورايب جدا هيعمله وبيكون زعلان جدا وهو بتكلم وبعدها الشرطة بتدور على جثته لكن للأسف ما بيكونش لها اي وجود ومن ناحية تانية ده واحد اسمه غاندية وعنده مركب صيد وعليه ديون كتيرة جدا لواحد اسمه شوهان ودايما بيتهرب ولما بيركب مركبه بيكتشف ان الشبك استاد جيتو وبيعرف انه لسه عايش وبعدها بياخدوا المستشفى علشان يتعالج وبيفضلوا يتكلموا معاه وبيحاولوا يعرفوا هو مين لكن للأسف ما بيردش عليهم وبتجيلوا فكرة انه يعمل نفسه قصم لا بيسمع ولا بيتكلم علشان محدش يكتشف حقيقته وهم بيكونوا مصدقين والحركات اللي جيتو بيعملها دخلت عليهم وبعدها غاندية بيخدهم وبيخرجوا برا المستشفى وبيروحوا المينة علشان يباتوا هناك لكن بيلاقي شوهان بياخد المركب بتاعه وما بيكونش عارف يعمل حاجة وتاني يوم بيروح له البيت علشان يرجعها تاني لكن بيرفض وبيفضل يهزاه قدام كل الناس فغاندية بيعرفوا انه هيبيع المركب وهيسدد فلوسك في اسرع وقت فشوهان بيرفض وبيقول له انا مش واثق فيك وممكن تاخد المركب وتهرب وبيطلب منه يسيب رهنة عنده علشان يضمنه فبيقول له ده ابن اختي القصام وممكن اخليه عندك هو وباندية لحد ما رجعلك كل فلوسك وفعلا شوهان بيوافق على كلامه وفاكر انه كده هيلو دراعه وهو ما يعرفش ان غاندية فرحان جدا علشان اتخلص من القصام والغبي في يوم واحد وبعدها بيشغلوا باندية وبيخلوا يمسح الجزم وبيعملوا زي الخدام وكمان بيمسك هدوم البيت وبيفضل يغسلها لهم وفي نفس اللحظة جيته ما بيعملش حاجة وعمال بيأكل الحمام ومن ناحية تانية دي بتكون شروتي وللأسف بتكون فتابة كماء يعني بتسمع لكن ما بتعرفش تتكلم وبتقابل جيته وهم اللي اتنين بتعرفوا على بعض وبعدها بيعرفوا ان شروتي عريسها سبه يوم الفرح لانه كان طالب مهر غالي وما حدش يسألني ازاي العروسة هي اللي هتدفع المهر لان دي عادات وتقاليد عندهم وفي نفس الوقت جيته لسه بيمثل انه قصام ومكمل في التمثيلية بتاعته وبيفضل يشرف في خمرة وما بيكونش في عيوه وده بيخليه عمال بيرقص وبيغني ومش مستوعب هو بيعمل ايه لحد ما شروتي ومن ناكشي بيشوفوه وبيسمعوا صوتو وهو بيكون مصدوم جدا اول ما بيلاقيهم قدامه وبيسألوه انت ليه كنت بتكذب علينا فبيفضل يترجاهم وبيضحك عليهم وبيقول لهم انا عايش بكالية واحدة والدكتور قال لي ما تتكلمش علشان ما تحصلكش ازمة فقررت اسمع كلامه ومثلت اني قصم علشان ما اشتغلش عندكم خدام وبيفضل يعيط لهم وبيهددهم لو حد اعرف حقيقتي انا هموت نفسي وهتكونوا انتوا السبب وفعلا هم بيخافوا وفي الاخر بيوفقوا على كلامه وتاني يوم بيوصل لعمها فاكس من اخو شروتي وبيعرفوا انه جاب لها عريس جديد بالرغم انه طالب مهر شركتين من املكهم لكن بيكون موافق وده بيخلي شروتي زعلانة جدا وبتحط خطة مع ميناكشي ازاي بوزه جوازة فبتروح تقابل جيته وبتخليه تكلم العريس في التليفون وبيقول له انا وشروتي بنحب بعض من سنتين ولو فكر تتقرب منها او تتجاوزها موتك وبعدها ميناكشي بتهدده ولازم يحفظ سر علشان لو حد عارف انه بيتكلم هيقتلوه ولما بيرجع الاوضة بيطبق الورقة وبيرميه على نطور وبيكرر ينام وللأسف بيفتكر انها من حبيب طروبة وتاني يوم بيقابلها وقبل ما بيقرأ الكلام جيته بيشوف الرسالة معاه وبيقرر يخطفها منه وبيطلع يجري بيها لحد ما بيقبط في منجال اخو شروتي وبيشوف الرسالة اللي موجودة في ايديه وبيفضل يضربه وبيخلي شكله وحش جدا قدام الناس ولما عامو بيمنعه بيقول له ان الحيوان ده بوز جوازة اختي فبيعرفوا انه قصام واكيد مالهوش علاقة بكل اللي بيحصل وشروتي بتكون وقفة وصعبا عليها جدا وبعدها مينكشي بتروح لجيته وبتتأسف له على كل الضرب اللي خده وبتقول له لازم النهاردة تسيب البيت وممكن اديك الفلوس اللي انت عايزها فبيقول لها لو اديتني 13 الف هسيب المكان لكن بترفض وبتهدده لو مسمعش كلامها هتفضحه فبيقول لها لو فكرت تعرفيهم الحقيقة هقول لهم يطبقوا الكلام اللي موجود في الجواب وهيلقوا نفس خطتك وانك اكبرتني ان اكلم عريش تروتي علشان تبقى وزق لوازها وفي نفس الوقت منجال بيتأسف لأخته ان عريسها سابها وبيوعدها انه هيدور على واحد بيحبها لشخصها مش علشان فلوسها وبعدها جيته بيكون لابس ومتشايك وبنعرف ان منجال شغاله في شركته بمرتب 20 الف ولما بيكون خارج بيشوف واحد اسمه شرمة من اللي كانوا مدينينه وبيكتشف انه شغال عند شوهان وبيستخبه بسرعة وشوهان بيسأله عملت ايه في الديون اللي عند الناس فبيقول له في واحد اسمه جيتو نصب على كل القرية وما حدش لقي جسيته بعد من انتحر وفي الوقت ده شروتي وميناكشي بيشوفوا جيتو واقف ومستخبي وبيشكوا ان في حاجة غلط بتحصل فبتروح ميناكشي وبتسأل شرمة هو من اللي نصب عليكم فبيوريها صورته وبتكتشف ان هو جيتو وشورتي بتكون متفاجأة جدا ومش عارفة هو ليه بيكذب عليهم وبعدها جيتو بيكون في الشركة وشوهان بيدي له فلوس يعدها علشان هم اللي كنين هيسلموها لعملين النهاردة وهو بيمسكها وبيفكر انه ممكن يسرقها ولما بيجي الليل بيعرفوا انه شوهان مرجعش البيت وميناكشي بتخاف ليكون جيتو خطفه علشان يسرقه لكن بيرجع البيت ودراعه مكسور وبيعرفهم انهم عملوا حدثة وجيتو انقذوا ودى المستشفى وراح سلم الفلوس للعميل وبعدها جيتو بيرجع هو كمال وما بيكونش قادر يوقف على رجله وبيروح يخسل وشه علشان يفوق من كل حاجة حصلتله وشورتي وميناكشي بيتأسفوله علشان سأوظن فيه فبيقولهم للأسف انا عملت كل حاجة بس عمري ما سرقت حد اخنت الامانة وكل الحكاية ان اعملت مشروع وخسرت فلوسي وديوني كترت ومش عارف اسددها وبيكون متأثر جدا وهو بيتكلم وبعدها شورتي بتجيب الفلوس وبيتفق مع بانديا يوديها الابو جيتو علشان يسدد ديونه وفعلا بيوصل للمكان وبيلاقي الناس وقفة وعايزين يولعه في البيت لكن بيقدر في الاخر يسلم ابوه الفلوس وللأسف وهو هناك بيشوف سورة جيتو وفي اللحظة دي بيعرف انه كان بيتحك عليه وبيرجع البيت وبيفضل يتخانق معاه وبيلومه علشان ما كانش بيقول الحقيقة وبعدها جيتو بيعرف اللي حصل وبيروح لشروتي وبيشكرها على كل حاجة عملتها معاه وتاني يوم بيسألوه امتى هتروح القرية بعد ما كل ديونك تسددت فبيقولهم مش هرجع تاني علشان وجهة بوزت ولو عرفت ان انا لسه عايش ممكن تسيب عرسها وبالشكل ده حياتها هتتضمر وفي الوقت ده بيبان ان هو والشروتي معجبين ببعض وكل واحد بيقرب للتاني لحد ما شروتي بتعترف له انها بتحبه وهو كمان بيبدلها نفس الشعور وبيبدأوا قصة الحب اللي بينهم وتاني يوم اخوها منجال بيدخل لها القوضة وبيلاقيها رأس مصورة جيتو وما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل وبيقرر يروح لمنكشي وبيكتشف ان هم اللي اتنين بيحبوا بعض وبيوافق في الاخر انهم يتجوزوا لكن عمه اول ما بيعرف بيكون رافض وبيزعق له وبيقول له ده ممكن يكوننا تصاب وبيضحك علينا ومنجال بيقول له اهم حاجة في حياتي ساعدت اختي وبيكون مصمم يتحدى كل الناس علشان يتجوزوا وفي نفس اللحظة جيت واقف ومتأثر جدا بالكلام ومرة واحدة بيتكلم قدامهم وهم بيكونوا في حالة صدمة ومش مصدقين نفسهم وشوهان بيفضل يضرابه لانه كدب عليهم ومنجال بيمسك السكينة وبيحاولي موته لكن جيتو بيدافع عن نفسه وبيقول له انا متحكتش على شروتي ومن اول يوم وهي عارفة كل حاجة عني وبيبدأ يحكي لهم الماضي وإيه اللي خلاي خبي عنهم الحقيقة وبعدها منجال بيروح لاخته وبيحاول يهون عليها علشان ما تزعلش وبيوافق في نهاية الامر انهم يرتبطوا ببعض وبعدها بيطلب منجيت ويفضل جنب اخته الاخر يوم في عمره وما يسيبش البيت وفعلا بيوعده وبيوافق على كل كلامه وتاني يوم غانديا بيروح لهم البيت وبيفضل مكامل في تمثيله انه هو خاله لكن بيتفاجئ ان جيتو بيتكلم والعيلة كلها عرفت انه كذاب وما فيش اي سلة قربة بينهم ومنجال بيتنازل عن ديونه اللي موجودة عند غانديا وهو ما بيكونش مصدق نفسه وبعدها جيتو بيشكره علشان كل حاجة وصلها كانت بسببه هو وبانديا وشروتي بتكون وقفة ومتأثرة جدا بالكلام وتاني يوم منجال بيديهم الفلوس علشان يودوها الابو جيتو ولازم يفضلوا مفاهمينه ان ابنه لسه ميت ولما بيوصلوا هناك بيكتشفوا انه بوجة موجودة قدامهم وبيعرفوا انها رفضت اتجوز وعيشة زي الارمالة من بعد ما جيتو مات وللأسف بانديا بيقولهم ان ابنهم عايش بدون قصد وهم بيكونوا مستغربين جدا ومحدش منهم مصدق نفسه ولما جيتو بيعرف بيبلغ شرطي انه لازم يروح لأهل ويقابل بوجة ويترجاها انها تسامحوا وبتسألوا انت هترجع تاني فبيقولها اكيد وده وعد وعمري ما هخلفوه وفعلا بيوصل للبيت وبيقابل ابوه بعد غياب شهور وهم الاتنين بيفضلوا يعياته وبعدها بيروح لبوجة وكلهم فاكرين ورجع علشان يتجوزها لكن بيقولهم للأسف انا فرحي بكرة من واحدة تانية وكلهم بيفضلوا يترجع ويرجع في كلامه لكن هو ما بيسمعش الحد وبيكون مصمم على قراره وتاني يوم بيجي معاد الفرح وكل الناس بتبارك لهم وجيتو بيتفاجئ انه اسرتو موجودة قدامه وكلهم بيكونوا مصدومين جدا ومش عارفين يعملوا ايه وبنعرف انهم عايزين ياخدوه ويسيبوا المكان علشان ما يتجوزوا شروتي وابو بوجة بيغلط فيهم وعايزي باوز الفرح فبيضطر منجال يضربه وهو ما بيكونش عارف يدافع عن نفسه ولما بيحاول يمدي ايده ويدرب ابوه بيدخل جيتو في اللحظة الاخيرة وبيمنعه وبيفضل يعيط وما بيكونش عارف يعمل ايه وشرتي بتروح لاخوها وبتترجع تسمع كلامه في كل حاجة وعماله بتعيط وبعدها بتطاف قدام بوجة وبتتأسف لها وبتطلب منها السماح وكلهم بيتفاجئوا اول ما بيعرفوا انها بكماء ومش هتقدر تتكلم معاهم وبتبدأ تقول لها انتي وجيتو هتتجاوزوا بعض وانا مستحيلة اقف طريقكم انتو الكنين وبتترجع اخوها علشان يمشي ويرجع لحبيبته بوجة وفعلا بيسمع كلامها وبيقول لجيتو احنا مش بنبني سعادتنا على حزن ناس تانية وشرتي بتكون واقفة وبتحاول تودعه وعماله بتعيط وجيتو شايفها ومش عارف يعمل حاجة ولما بيكونوا ماشيين بوجة بترجع في كلامها وبتطلب من جيتو اتجاوز شرتي وانها مش هتكون سعيدة معاه لانه ما بقاش بيحبها وهي هتفضل طول العمر يتعاملوا زي اخوها وتنسى الماضي وفعلا جيتو وشروتي بيرجعوا البعض والفرح بيتعامل ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد